السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلومة اليوم هي عبارة عن ملخص بسيط لحلقة الدكتور كريم عن الأنميا اتكلمنا قبل كده عن الأنميا وأخدنا ملخص عنها وأعرضها النهاردة هنتكلم ليه بيحصل الأنميا بصورة بسيطة قوي كده ان الحديد اللي بيبقى موجود في الأكل وبيبقى في صورة الفرك لازم يتحول الى الفرس عشان يمتص ازاي يتحول عن طريق حامض المعدة فلو حامض المعدة كان ضعيف ما بيتحولش وبالتالي ما بيمتصش وبالتالي مش هيستفيد منه الجسم طيب ازاي نقاوم من حامض المعدة اتكلمنا عن موضوع ده قبل كده برضو قلنا استخدام خل التفاح معلقة كبيرة على كباية ميا بعد الوجبة يعني وجبتين في اليوم تقريبا بنعمل الموضوع ده بيفرق كتير جدا وبيساعد على امتصاص الحديد وغيره من الأملاح المعدنية كمان من الحاجات اللي تخلي يحصل سوء امتصاص للحديد ان تكون الوجبة غنية جدا بالكلسم زي اللبن او الزبادي مع محتوى حديد فاللي بيحصل ان الكلسم هو اليومتص والحديد هو اليطرد او ناكل اكل يكون غني جدا بمحتوى من الحديد بس مع القهوة او الشاي ده بيأثر طبعا وبيعمل على عدم امتصاص الحديد طيب ايه العلاج؟ العلاج بدون استخدام اي ادوية هي بعض الاكلات الطبيعية الى ربنا خلقها بتساعد جدا في ارتفاع نسبة الحديد ومخزون الحديد في الجسم اول حاجة منها الكبد الكبدة البقري والكبدة البقري مليانة جدا بعنصر الحديد بنوصر عليها لامون وبتبقى مفيدة جدا لو استخدمناها يليها على طول في ارتفاع عنصر الحديد هو البنجر سواء اكلناه كده مع السلطات او عملناه عصير تالت حاجة الزبيب الزبيب عموما والزبيب الاسود خصوصا بارتفاعه بيتميز بارتفاعه بنسبة الحديد رابح حاجة طبعا التفاح والموز خامس حاجة فيه عندنا السيبرولينا والكوروفيل ودينا بتات طبيعية معروفة جدا بارتفاع محتواها من عنصر الحديد لو معرفناش نوصل لها موجودة ككابسولات اخر حاجة العسل الاسود والعسل الاسود اعتقد موجود في كل بيت وده سهل جدا ربع كباية عسل اسود على عصرة لمون صباحا بيعمل نتيجة كويسة جدا برضو بس بعد طبعا فترة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر